موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام النهاردة هنتكلم عن خبر مؤسف عن الفنان رشوان توفيق رشف الفنان رشوان توفيق مأساته لأول مرة بيحكي فيها تفاصيل عن حياته وقال إن ابنته وزوجها وحفيده رفعوا عليه قضية في ساحات القضاء وصرح الفنان رشوان توفيق في أحد البرامج وقال إن هو بيعيش دلوقتي مأساة ما تقلش تماما عن مأساته يوم وفاة ابنه الوحيد توفيق بعد ما رفعت ابنته الصغيرة وحفيده وزوج ابنته قضية عليه قضية حجر بعد تأثير زوجها وابنها وهي ابنته الصغيرة لكن تم التأثير عليها من قبل زوجها وابنها وأثر عليها لدرجة إن هي رفعت قضية وأكد الفنان رشوان توفيق إن هو عاش حياته كلها لابنه الراحل توفيق وكمان بناته هبة وقاية وكمان لزوجته الراحلة وعيش حياته كلها كان أي حاجة بيملكها كان من أموال كان بيديها لزوجته وكانت زوجته بتديله مصروفه وقال الفنان رشوان توفيق عن زوجته قال إن هي شالته في حياته وبعد ما ماتها وإن هو ما بيملكش سوى الموبايل اللي في إيده وكمان تليفون البيت وما بيملكش أي صاروة تانية إن ممكن حد يحجر عليه فيها وقدم لبناته كل شيء الفنان رشوان توفيق إنه بعد وفاة ابنه توفيق قام برعاية بنته الوحيدة وقال إن هو ما بيملكش أي شيء لنفسه ولا احتفظ بأي شيء وقدم لولاده كل شيء وبعد وفاة زوجته أكد الفنان رشوان توفيق إنه لقى قضية مرفوعة عليه وتفاجئ بيها من حفيده ومن بنته واللي كان وراء الحكاية دي حفيده وزوج ابنته وده بسبب خلافات مادية ومحاولة السيطرة على ما يملك وأكد إن هو ما حرمهمش من أي حاجة طول حياته وفترة عمله ودي أكبر مأساة بيعيشها الفنان رشوان توفيق في حياته الآن وقال إن هم بيحاولوا يهدموا بيت الحب اللي هو بناته لعمره رغم إن كل ده هو مشفك على بنته اللي تم السيطرة عليها وهي طيبة بس لكن زوجها ويحفيدوا هم اللي سيطروا عليها وخلوها ترفع القضية دي عليها وقال كمان إن هو لازم يدعي لها وإحنا كمان ندعي لها إن ربنا يهديها ويديها الصحة وبكى الفنان رشوان توفيق في تصريحاته لأنه لم يتوقع إن بنته ممكن تعمل فيه كده في يوم من الأيام وقال لأن والدتهم كانت غير كده خالص وهو كمان بيقول أنا ما كنتش أتوقع إن أي واحدة من بناتي ممكن تعمل كده معايا لإني أنا ما حرمتهمش من حاجة ولحد دلوقت بارعيهم ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقضاء ويدفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جددنا